السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه الايام المباركة من شهر ربيع الاول الامة الاسلامية في مشارق الارض ومغاربها تستحضر الحدث العظيم الذي غير وجه البشرية وهو حدث ميلاد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا ابراهيم الخليل كما يعلم الجميع انه رأى رؤية في المنام بجوار بئر زمزم امر فيها بدبح فلدة كبديه اسماعيل لما قام من نومه مذعورا واخذ يفكر في تأويل هذه الرؤية وتكرت لديه مرارا انه رأى نفسه يدبح ابنه ويقدمه قربانا لله رب العالمين سيدنا ابراهيم سوف يتقدم الى ابنه بهذا الطلب يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى طبعا الولد كان رده عجيبا قال يا ابتي فعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين كانت فرحة ابراهيم الخليل بابنه اسماعيل فرحة عظيمة لانه علم بان ابنه مؤمن وولد بار مطيع لكن الله سبحانه وتعالى لما وضع ابراهيم السكين على عنق اسماعيل سمع نداء سماويا يأمره بان يدبح كبشا فداء لاسماعيل وفعلا لما التفت يمينا وجد كبشا سمينا ينزل من فوق قمة الجبل فمن تم حل ابراهيم الخليل الوثاق عن ابن اسماعيل وقدم الكبش ودبحه باسم الله قدبه قربانا الى الله هذا معنى قول الله تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا ابني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابتي فعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤية ان كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين فكان هو الدبيح الاول هو سيدنا اسماعيل عليه السلام جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من هو الدبيح التاني هو عبد الله ابن عبد المطالب والد الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا كلمة انا ابن الدبيحين هذه جاءت في السنة فعن معاوية يحكي اننا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعين فاتاه اعرابي اعرابي من بعيد جاء فقال يا رسول الله خلفت البلاد يابسة لقد هلك المال وضاع العيال فعود علي بما افاء الله عليك يا ابن الدبيحين فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه فهذا الحديث ان هذا الاعرابي دخل على مجلس النبي الكريم يشكو الفاقة وما اصيبت به قبيلته من الفقر والجفاف حتى ضاع الهيال وهلك المال بماذا خطب النبي الكريم قال فئ علي يا ابن الدبيحين لم ينكر عليه النبي الكريم فهذه التسمية كان معروف بها النبي صلى الله عليه وسلم منذ زمان كيف ذلك القصة كما يعلمها الجميع ايها الاحباب الكرام ان عبدالله ابو النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي نريد ان نركز عليه الحديث في حلقتنا هذه من يكون عبدالله من هو ابو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي صار ذبيحا ثم انجاه الله تعالى جد النبي الكريم كان اسمه عبد المطلب وكانت له حضوة في مكة المكرمة ذكرنا سلفا بان مكة كانت معروفة بالمجد وبالشرف وربنا قال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا ربا هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وفي عام الفيل لما انجى الله تعالى الكعبة من شر ابرها الاشرم هناك كان مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الفيل وهذا الواقع وهذه الحادثة العظيمة جعلت انظار العالم كلها تتجه الى مكة وتعلم بان لها مقام رفيع عبد المطلب الهاشمي كان هو المسؤول عن سقاية الحجاج فكان له خدمة للكعبة المشرفة فالكعبة والحج كان قبل الاسلام بدأ في عهد ابراهيم الخليل وابنه اسماعيل واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العلم والناس صاروا مرتبطين بالكعبة وبمكة بماذا لان فيها ماء زمزم حيثما يوجد الماء الماء منبع الحياة الماء هو اصل الوجود كلما كان الماء الا والناس يستوطنون حتى ان مكة المكرمة كانت عبارة عن واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ولكن لما انفجرت ماء زمزم وسر لها بئر بئر زمزم جاءت القبائل واستوطنت سنين طويلة والناس يسقون من زمزم دون ان ينضب او يجف وقعت نزاعات بين القبائل وهناك قبيلة اسمها جرهم قبيلة كانت فيها فوضى وتحب الفتن ودخلوا في صراع فاهل مكة اجلوهم من مكة طردوهم فارادوا ان ينتقموا لانفسهم فقاموا بردم بئر زمزم زمزم هذه الكبيرة الان الذي يشرب بها العالم كله الناس يذهبون الى البقاع المقدسة ويشربون حتى يتضلعوا من ماء زمزم ولما يعودون الى بلادهم الكل يأتي بلترات كثيرة لكي يقدمها لاحبابه ومقربه لا تنضب هذا زمزم رفع غير ثلاثة عيون صغيرة ثلاثة عيون صغيرة هي التي تخرج الماء وهو بئر لا يعلم حده الا الله قامت جرهم قامت بردم هذه البئر وصار الناس في عطش مرت على مكة المكرمة اكثر من اربعين سنة اربعين سنة ما في زمزم العطش الشديد والناس يحتاجون الى الماء من اجل شربة من اجل الضمأ رفع الضمأ وطبعا لما تم ردم بئر زمزم لم يبقى هناك حجيج لم تبقى هناك حركة حركة تجارية فصار الناس الى الفقرة صارت مكة مكرمة فقيرة لا ماء ولا تجار ولا قوافل وكان عبد المطالب الهاشمي هو جد النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم مع ذلك متشبت بمسؤوليته على تدبير شؤون الكعبة المشرفة فكان يتمنى ان يرجع بئر زمزم فكان يتشبت باسطار الكعبة ويناجي الاله وبعدما صار يدعو الله تعالى كثيرا اذا به يقول اذا بي انا نائم في الحجر حجر حول مكة المكرمة حجر اسماعيل قال اتاني آتم وونائم فقال له احفر ماء زمزم احفره قال وما زمزم قال لا تنزف ولا تدم تسقي الحجيج الاعظم تخرج من بيد الفرط والدم عند نقلة الغراب الاعصم عند قرية النمل هذه رؤية منامية وسمع صوتا يناديه وقد امر بحفر زمزم وقد وصف له موضعها فقام عبد المطالب يبحث عن هذا المقام قال هي عند نقرة الغراب الاعصم اين هي نقرة الاعصم هناك وعند قرية النمل هناك ومن بين الفرط والدم هناك ومن ثم لما بحت عتر على العيون الثلاثة التي تنفجر منها بئر زمزم وبينما هو كان يحفر طلع زمزم بعد ان انقطع اربعين سنة لكن المفجأ الاكبر ايضا وبينما هو يحفر عتر على كنز في حفره عتر على كنز كثير ذهبا وفضة وسيوفا قديمة نادرة تساوي مال وفير فجمع هذا الكنز وعلم اهل قريش بان هذا الرجل في عملية حفره عتر على بئر زمزم كما عتر على هذا الكنز فطلبوا منه ان يعطيهم الكنز السادة الكبار اصحاب القرار لكن عبد المطالب امتنع قال هذا الكنز سوف انفقه على اعمار الكعبة لان الكعبة اصابها خلل واصابها عدة اعطاب والناس لم يعدوا يهتموا بها وتحتاجوا الى اصلاح وتحتاجوا الى التوسعة وتحتاجوا الى بناء وتحتاجوا الى كسوة وتحتاجوا الى الى اكرام من يأتون اليها من الضعفاء والفقراء قرر ان ينفق هذا المال على اعمار الكعبة لكن القوم قالوا لا سوف ناخده بالقوة ياخده السادة قريش فنزعوه هذا الامر وشعر بنوع مناء الصغار لما اخذوا منه المال بالقوة ولم يجد من يحميه من يحميه وهو وحيد رجل مسن فشعر بالذل والعار وهناك تقدم امام الكعبة عند حجر اسماعيل ونذر نذرا نذر ان الله تعالى اذا اتاه عشرة من الابناء الذكور وبلغوا معه ان يمنعوه من اذا قريش قال لأدبحن احدهم عند الكعبة فعلا الناس سجلوا هذا النذر وصار الخبر عند كل الناس موتوقا سيد مكة عبد المطالب ندى نذرا امام الكعبة بانه اذا رزق بعشرة ابناء ذكور وبلغوا معه السعي ومنعوه من ادا قريش سوف يقوم بدبح احدهم مرت السنين بسرعة وفعلا كان عبد المطالب كل عام يرزق بمولود حتى وصل الى عشرة اولاد وكبروا واجرى بينهم القرعة لكن القرعة وقعت على احب ابنائه اليه كان عمره انا دك في العشرين وهو عبد الله عبد الله هو ابو سيدنا محمد رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم عبد الله كان احسن اولاد عبد المطالب واحبهم اليه كان جميل وكان على خلق كريم وكان حيي كثير الحياء في الجاهلية معروف بحيائه ومعروف بجماله ومعروف بسمته واخلاقه فلما وقعت القرى على عبد الله حزن عبد المطالب وكيف له ان يقوم بدبح ابنه فعرض الامر عليه يا ابني اتوافق ان ابر بنذري وان اذبحك عند الكعبة ففجأ بان عبد الله قد وافق وافق على ذلك تأسيا باسماعيل عليه السلام لما قام ابوه ابراهيم قاله يا ابني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابتي فعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فعلا اخذ عبد المطالب الوثاق واخذ الشفرة سكين حد ثم اقبل الى الكعبة وهناك الالهة هناك اساف ونائلة وغيره من الالهة واراد ان يقوم بدبحه فاذا بابنه ابو طالب يعارضه قال هذا الامر صعب جدا علينا لا نقبله اذا قبله عبد الله على نفسه نحن لا نقبله ثم قام اخوال عبد الله الاخوال جاءوا من القبيل المجاورة وقالوا هذا ابننا وفلدة كابرنا لن نسمح لك يا عبد المطالب بدبحه ثم قام شرفاء اهل مكة قاموا في وجه عبد المطالب وحاولوا امن يمنعوه لان عبد الله كان محبوبا عند الجميع في الجاهلية قبل الاسلام كان محبوبا من اهل مكة فبعد نقاشات طويلة قالوا ما هو الحل المخرج قالوا هناك امرأة عرافة امرأة عندها علم العرافة علم الاديان السابقة وكانت وكانت لها مكنة وشهرة واسعة عند العرب هذه المرأة عندها اخبار عن الاديان السابقة وممكن ان تجد حلا فلما عرضوا عليها الامر بدأت تفكر واهتدت الى حل جميل يرضي الجميع فقالت لهم ان الاديان السابقة وضعت ما يسمى بالفداء هناك الفدية اذا اردنا ان ننقذ هذا الولد لابد ان نقدم الفدية قالوا كم الفدية قالوا عشرة من الابل عشرة من الابل فقاموا بوضع القداح القرعة بين عشرة من الابل وبين عبدالله فقالت لهم اذا وقعت الاقداح على الابل نحرنا الابل ونجى عبدالله اما اذا وقعت الاقداح على عبدالله فما علينا الا ان نضاعف عدد الابل عشرة عشرة وفعلا بدأوا يقومون بهذا العمل لكن الابل بدأت دائما الاقداح تنزل على عبدالله فيضاعفون عدد الابل حتى وصلت الى مئة مئة ابل ولم وسط الابل الى مئة خرج الاقداح على الابل فاعادوها بعد ذلك ثلاث مرات ثلاث مرات القرعة ما بين المئة ناقة وبين عبدالله فكانت تخرج دوما على الابل ومن تم افتدى عبدالله بدبح عظيم كما افتدى جده اسماعيل من قبل بدبح عظيم اسماعيل جاءه كبش من السماء جاء من اعالي الجبال وكان سنة لكل امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عيد الاضحى اما عبدالله فقد افتدي ب مئة ناقة الله رحيم لم يفرض علينا الاضحية بمئة ناقة وانما فقط بكبش متواضع ذلك اليوم كان يوما عظيما يوما مشهودا لان هذا الامر هذا الحدث شد انتباه الناس كان قضية رأي عام جميع القبائل المجاورة تعلم هذا الحدث الذي وقع وتم دبح مئة ناقة عند الكعب المشرفة وطبعا الناقة يأكل منها حوالي مئة نفر كل ناقة كتوكل مئة شخص يعني مئة ناقة يعني عشرة آلاف شخص تصوروا عشرة آلاف شخص كلهم سوف يأكلون من هذا مئة ناقة مئة فدبح لعبد الله لعبد الله الصيانة إنما هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم المصطفى فالله أعلم حيث يجعل رسالته لكي تكتمل الفرحة اجتمع الناس وقالوا لنزوج عبد الله ما دام مئة ناقة تتبح والناس يأكلون ويشربون ويمرحون لماذا لا نستكمل الفرحة ونزوجه نختار الأوفتات بنت حسب ونسب فبدأ الناس يتدولون فوقع الاختيار على شاب هي آمنة بنت وهب الزهرية من بني زهرة كانت معروفة بالاستقامة وبالحياء أيضا فعبد الله اشتهر بالحياء وآمنة أيضا تزوجها وهي معروفة بالحياء وعبد الله كان من أحسن الرجال خلقا وخلقا وكان يقال بأن نور النبي صلى الله عليه وسلم يظهر في وجه بين الفين والأخرى عبد الله أبو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يروى عنه حكايات كثيرة أنه كان بين الفين والأخرى يظهر على وجه نور ساطع فيتسألون هذا النور من أين فقالوا إنه فيما بعد عرفوه بأنه نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يظهر على صفحات وجهه ويروى أن الفتيات مكة الفتيات بنات الأحياء المجاورة كنا يرغبن في الزواج منه ولما سمعنا بأنه سوف يخطب آمنة بنت وهب الزهرية فالفتيات شعرنا بالحسرة لأن كل واحد منهن كانت تتمنه زوجا لها أولا لجماله وللنور نور الحياة الذي كان في وجهه وأيضا لما اشتهر أمره حيث أنه تم فداؤه بمئة ناقة ومما يروى أنه لما ذهب عبد الله مع أبيه عبد المطالب لكي يخطب له لبس لباسا أنيقا ووضع طيبا وذهب مع أبيه إلى بني زهرة ليخطب له آمنة بنت وهب في الطريق شعر بالعطش وجد بيتا فحما هو تابع لمرأة امرأة اسمها فاطمة الخطعمية وقد صارت متهودة هي من كبار نساء العرب المرأة عند العرب لسه دائما كانت تؤاد كان هناك نساء لهن شرف ولهن عز وهذه المرأة أوتيت المال وأتيت السلطة وعندها الجمال هي عربية لكنها متهودة صارت تتعبد بالدين اليهودي لأن العرب كانوا في حيرة ما عندهم دين كان هناك جماعات يهودية وجماعات نصرانية والبقية كانوا في جاهلية جهلة هذه المرأة عاقلة ولما درست الكتب اختارت أنها تتهود وكانت من أجمل النساء وأغنى القوم وكان أصحاب السيادة يرغبون في الزواج منها وهي كانت مطلعة قرأت الكتب السماوية فعلمت بأن نور النبوة قريبا سوف يظهر علمت بأن نبي الإسلام وخاتم الرسل قريبا سوف يظهر من مكة المكرمة لأن ذلك كان مكتوب عند اليهود في التوراة وعند النصار في الإنجيل الغريب هو أن عبد الله لما كان مع أبيه عبد المطلب في طريقهما إلى بني زهر لخطبة آمينة بنت وهب شعروا بالعطش ووقفوا عند بيت هذه المرأة يطلبون شيئا من اللبن البارد أو من الماء فإذا بالمرأة تراهم ترى عبد المطلب وترى عبد الله وما إن رأته تقدمت إليه وقالت يا فتى إني سأعرض عليك أمرا قال ماذا هناك قالت هل افتديت بمئة ناقه قال أي نعم قتد ما الكثير أنا مستعد أن أعطيك مئة من الإبل عدد ما تم فدأك مئة من الإبل بمقابل فقال ما هو المقابل يا سيرة قالت له أن تقديم علي الليلة أن تقع علي الآن فلما سمع عبد الله هذا الكلام صدم وامتنع وأبى وغلبه الحياء ثم مضى مع أبيه فذهب إلى قبيلة بني زهر وهناك خطب آمن بنت وهب وتزوجها في الحال ومكت عندهم ثلاث أيام في زواجه معها لما كان راجعا لقيته المرأة المتهودة الخطعمية فلقت في الطريق يا فتى ماذا صنعت بعدي قال لقد تزوج زوجني أبي بفتاة من بني زهر اسمها آمنة بنت وهب وقد أقمت عندها ثلاثا ودخلت بها فقالت وأسفاه إني والله ما أنا بصاحبتي ريبة ولا سوء أنا لست زانية أو صاحبة ريبة لا ولكني رأيت في وجهك نورا هذا النور قد يكون نور النبوة المنتظر فأردت أن يكون ذلك النور في رحمي فأردت كننفسي ولكن أبى الله إلا أن يصير هذا النور حيث أحب فلم يفهم شيئا عبد الله وهذه المرأة كانت تعلم بأن نور النبوة كان يسري في عروق عبد الله وكان يظهر على وجه وآردت أن يكون ذلك النور في رحمها لكن الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته تزوج عبد الله بآمنة وأقيم حفل زفاف كبير جدا والناس أكلوا وشربوا وكان عبد الله فرح ودخل بآمنة النور الذي كان في وجه استقر في رحم آمنة لكي يبدأ الحمل حمل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تحبل به أمه آمنة عبد الله بعد قضاء الشهرين مع زوجته وقيل أسبوعين فقط خرج إلى التجارة لابد أن يعمل فالعرب كان ما عندهم كسل لابد من العمل وعملهم كان هو التجارة لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف كانت عندهم رحلة التجار في الصيف نحو الشمال نحو سوريا والعراق ولبنان وفي الشتاء تكون في الجنوب نحو اليمن فخرج مع القافلة نحو الشام وهو لم يفضي من زفافه سوى أسبوعين ولما قضى في هذه الرحلة وجمع مالا وفيرا بعد عودته من الصفر قبل أن يصل إلى مكة المكرمة أصيب بمرض وتعب شديد فنجل عند أخواله بن نجار حول المدينة المنورة ثم أصبت حم شديدة وتألم ألما فضيعا وكان لازال شابا وبعده توفي عبد الله أبو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعمره أندكن خمسة وعشرون سنة خمسة وعشرون سنة فوجد عليه أبوه عبد المطالب وإخوته وأخواته وجدا شديدا حزنوا عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ قد حملت به آمنة فخرج النور من عبد الله واستقر في رحم آمنة مات عبد الله والد النبي الكريم ولازال النبي الكريم لم يتخطى المدة قليلة ولم يرى ابنه فسيدنا محمد كان لازال جنين في بطن أمه وهو قيل ابن شهرين لما مات عبد الله ضجت الملائكة إلى بارئها وقالت إلى هنا يبقى نبيك وحبيبك يتيما حبيبك ونبيك سوف يصير يتيما وفقيرا فرد الله عز وجل يا ملائكتي أنا أولى بحفظه من أمه وأبيه أنا خالقه ورازقه ومربيه وأنا مضفره على أعاديه وهكذا توفي أبو النبي الكريم عبد الله وسيدنا محمد اللحظة لقد صار جنينا في بطن أمه كيف ستشعر الأم بالحمل وما الذي سوف يقع لها أثناء المخاض وليلة الولادة ماذا سوف يقع من مكرمات كل هذه الأمور وغيرها سوف نجيب عنها إن شاء الله في حلقة الغد والآن علينا أن نكتر من الصلاة والتسليم على مقام رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغدائها اللهم أمين يا ربي كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة